وللحديث عن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرانبيرغ إلى تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثيين واستمرار انتهاكاتها ورفضها للحل السياسي معنا عبر الهتف من الصنبول الصحفي اليمني محمد الأحمر أهلا بك معنا سيد محمد مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين أهلا بك سيد محمد المبعوث الأممي هانس جرانبيرغ يقول من تعز إن المدنيين حرموا أبسط الحاجيات سؤال هنا ما الذي يعنيه أو تعنيه هذه التصريحات بعد أعوام من المهمة الأممية تحية لك مرة أخرى والمشاهدين الحقيقة أن الزيارة التي أجراها اليوم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جرانبيرغ إلى مدينة تعز المحاصرة والتي تتعرض لقصف متواصل من ميليشيا الحوثيين طوال السنوات السبع الماضية فقط على إثرها المئات بل الألاف ربما بين قتيل وجريح والحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على هذه المدينة ظلت الأمم المتحدة رغم المناشبات المستمرة للأهالي وللمنظمات الحقوقية البحلية والمنظمات الزولية التي تطالب بموقف أممي صارم وواضح إذا هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين المدعومة إيرانيا في اليمن لكن لا حياة لمن تنادي اكتفت الأمم المتحدة ببيانات والغريب أنه حتى بيان المبعوث الأممي اليوم في ختام زيارته لتعز تحدث عن مأساة تعز وتحدث عن الحصار وتحدث عن قصف الأبصال في تعز لكنه تحاشي الإشارة بشكل واضح إلى ميليشيا الحوثيين المجرم الحقيقي الذي يقوم بهذه الأعمال وبهذه الانتهاكات سواء الحصار أو الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين أطفالا ونساء نهيك عن القناص المنتشرين في العديد من أحياء المدينة الذين لا يفرقون بين صفل وامرأة صغير وكبير ولا زالوا يحصدون أرواح المدنيين باستمرار نهيك أيضا عن الألغام الممتشرة بشكل واسع التي زرعتها ميليشيا الحوثيين نتحدث طويلا عن جرائم الحوثيين وعن انتهاكاتها الصارخة للحقوق ولكن رغم ذلك الأمم المتحدة والمبعوث يتحش الإشارة بشكل واضح إلى أغلق نعم تصريحات المبعوث الأممي وتحشيه الإشارة إلى ميليشيا الحوثي ما الذي يفهم منها؟ ربما يرى بعض أنه نوع من الشياد الذي تتبعه الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الذي يقول دائما المبعوثون الذين توالوا على هذه المهمة في اليمن يقولون أنهم ميسرون للعملية السياسية في البلاد ويتحدثون بإدانة عن الانتهاكات لكنهم يتحاشون دائما الإشارة إلى ميليشيا الحوثيين ربما كنوع من التدليل الذي ينظر إليه من طرف العديد من المراقبين نوع من التدليل لهذه الميليشيا وربما التشجيع لها للانخراج في العمل السياسي والتوقف عن العنف والجرائم لكن في الحقيقة تزداد ميليشيا الحوثيين نزوعا نحو العنف والإجرام وتمعن في الانتهاكات وترى أن تحاشي الإشارة إليها في خطابات المسؤولين الأمميين نوع من الضوء الأخضر لها للمضي قدما في جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في البلاد لكن في الحقيقة دعنا نقول أيضا أنه ربما تكون هذه الخطوة للمبعوث الأممي الزيارة إلى تعز خطوة جيدة على الأقل مبدئيا لكن ينظر إلى ما بعد ذلك يعني اليمنيون يفقدون الأمل كثيرا بدور الأمم المتحدة في اليمن لكنهم على الأقل ربما بمقدورهم أن يعطوا فرصة لهذا المبعوث لي ينظروا إن كان بمقدوره بالفعل الضغط على ميليشيا سوتيين للتوقف عن الحرب والجرائم والجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين نعم يعني مع اتباع الأمم المتحدة لهذا الأسلوب أسلوب التقريب كما وصفته أين تكمن فرص الحل السياسي وما هو شكل الحل الذي يمكن الوصول إليه في ظل كل تصرفات الميليشيات في اليمن الحقيقة أن كل الفرص التي منحت لميليشيا الحوثيين وهي الطرف الذي أعلن الحرب على اليمن وعلى اليمنيين وقاد البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث أهدرت ميليشيا الحوثيين الكثير من الفرص والمحطات التي كان يمكن أن تنخرط فيها بجد إن كانت صادقة وإن كانت هذه الميليشيا بالفعل بمقدورها أن تكون حركة سياسية وأن تكون جزءا من أي عملية سياسية قادمة في البلاد يعني أجريت جولات حوار عديدة برعاية الأمم المتحدة بدءا من جينيف وستوك هولم والكويت والعديد من جولات الحوار لكن ميليشيا الحوثيين ظلت متنسكة بالعمق وبالسلاح لفرض خياراتها على الشعب اليمني وهي خيارات مرفوضة بطبيعة الحال لا يمكن لليمنيين أن يعودوا إلى وصاية فئة من اليمنيين ترى أنها يجب أن تحكم اليمنيين بالحديد والنار بموجب تخويض إلهي بناء على امتيازات سلالية عنصرية تراها لنفسها وبالتالي أعتقد أن فرص الحل السياسي في اليمن مهدورة وأهدرت كثيرا وأمام اليمنيين فرصة وحيدة هي الدفاع عن حقهم في الوجود وعن كرامتهم وإنهاء هذا المشروع العنصري التدميري في البلاد مشروع الإمامة بنسخته الحوثية القمينية في البلاد هذا المشروع مشروع آدمي ولا يمكن أن يكون مشروع حياة شكرا جزيلا لك كنت ضيفنا عبر الهتف من الصنبولة الصحفي اليمني محمد الأحمدي شكرا جزيلا لك